بسم الله خذنا بيت �او يا عيال اه اه اعجازة متحدث السلام عليكم ورحمة الله شكرا يا اسمي سيدي ارغانكم بحلقة الثاني ميسي سات سكاي بلوك الله ويأتريكم العافية الدعم الحلقة الماضية ما شاء الله حتى ما كملنا ما كملنا اليوم كامل الا على طوى وصلنا 60 ألف لايك شكر رجل شكر 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 الله يعطيكم العافية الله يسعدكم جد جد الله يسعدكم على فكرة الحلقة هذي اذا وصلناها برضو 60 ألف لايك يا شيخ لا ارفع الحلقة اللي بعدها في اقرب وقتهم كان علاطوه حتى لو عندها بيوم انا مخطف في بالي ان يوم ترك يوم ترك يعني يوم السلسلة هذه ثم يوم اي سلسلة ثانية ثم يوم اي سلسلة ثانية واكف ذا ركذا وصلنا هذه الحلقة ستين الف لاك رح ارفع المقطع ليسو سجلها ارفعها denkهم فمن الحماس جنجه بالحماس ان كلكم ماشاء الله تبارك واحتنا كلكم متحمسين معي في هذه السلسلة و انا متحمس معكم اكثر و اكثر حسناً، الحلقة هذي بإذن الله، طبعاً جيتني تعليقات كثيرة وشكراً لكم، أشياء ساعدتني كثير أولاً، يقولوا رأيانا عشان ما يحترق الوضع عندك، حط سلاب أهم شي نكتسوين، أنك تحط سلاب الأساس ما تطلع الشرارة فوق وتعيش حياة ألو؟ ألو؟ يا عيال، مو كأن هذا المفروض الحل؟ إن شاء الله إن شاء الله هذا المفروض الحل، بس الشرارة طلعت قبل ما أحط البلوك كيف؟ المفروض الحل، نحط سلاب بس فجأة كيداً احترق اللي حوالى لا لا إن شاء الله إن شاء الله لا وهناك حال ثاني طبعاً، وهذا اللي ينوي إن شاء الله إن شاء الله إني أغير لكن هذا الحل صدقوني إن شاء الله إن شاء الله هو يزبط بس إنه سبحان الله تطلعت شكيلة شرارة في آخر لحظة تجحفلتني وطلعت قبل ما أحط البلوكة الحال الثاني إني أغير الـ ديرت أو القراس هذا إلى كبل ستون وخلص، أعيش منطقتي كاملة كبل ستون و اضع البلوكات الى الزراع الى اشياء الثانية فهذه اضع خطة من الخطط الي افكر بيها طيب طبعا في السلسلة هذه باذن الله مرح اكتفي باني اسوي منطقة فلات و بس لا رح ابدأ ابني اشياء رح اصوي لي بيت رح يكون فيه اوب تراب رح يكون فيه اشياء كثيرة هذا اول شي من التعليقات الي وصلتني منكم اللي هي انك يا ريان لازم تحط سلاب عشان ما يطلع عليك اللاذا هذا اولا ثانيا كويس ان انكسر رح اسويدي اصوي واحد جديد لي وجمعت شوية كبلستون عشان اقدر تنقل خلني جيب كذا حلوين 60 حبة تقريبا ستاكل شوي هنرجع الاشياء اللي معانا الخشم خلي ممكن احتاجه خلي معي شوية بلوكات الهو رجعه بحطه في التشيست حق الزراعه هذا واحدة من الاشياء اللي وصلتني الشي ثاني اللي وصلني اخذت شوية كومنتات لكن كثير منكم كتب كومنتات مساعدني كثير في السلسلة هذه اللي هو ريان من اساسيات السلسلة هذه انك تمشي بالترتيب تروح من منطقتك الى السانت من بعد السانت تروح هذه المنطقة اللي هي مادروش بعدين من منطقة هذه تروح لهم هذه المنطقة فبنشوف بنشوفوا الشي هذي ونستكشفها معاكم ان شاء الله فلذلك خلونا نروح نبني وفيه برضو واحد قال لي قرية عنديك فكرة حلوة حاولك تشبك كل المناطق او كل الجزر هذي بالسلاب يعني خلى كلها طبقة واحدة برضو هذي فكر من الفكر فايب خلونا نروح اوء شي المنطقة ونشوف شو وضعها لو نروح والله متحمس ايييي صح برضو من الاشياء اللي صارت برضو ريان ترك حاط كحاط تفكيرتي بيسفول انا ما حطيتها لا فической اني ما حطيتها لكن ظاهر نفس الحر اضافتها اللي لاهي اهديه خلني خليها هيزي او لا د passage د MUSTA إي كذي قدر اجوع اجوع مشكلة قبل كنت محتارة و كنت ملحس ليش مو قاعدة جوع في الكومنتات كلها قالوا ان ريانت ركحات بيسفل او ان الماب جاي بيسفل لازم تغيرها غريبة رائع الماب ما قال لي شيء ولا كتب عبارة ولا كتب اي شيء لكن عموما ما غيرناها حنا والمشتركين ساعدوني و نبهوني بهالنقطة يالله باسم الله لاتس جو خلونا ننزل و نشوف ش سالفت اوه هلا والله واش تلبلكة هذا خشب صح اي خشب بس النوع الثاني الجديد التحديث الجديد الظاهر هلا والله دروع زي الناس كابو جيب دروع جديدة جيب دروع جديدة يا حبيبي و على طالي دروع جديدة و ان اضيع ما اضيع و ما ادري ايش كثير قالوا لي ريان سووا جيم رول اللي هو كيبي ابن توري الصراحة انا عن نفسي و في كثير برضو في الكومنتات ردوا على الشخاص اللي قلون سووا كيبي ابن توري قالوا انها راح تقتل متعة اللعب و فعلا راح تقتل متعة اللعب اللعب بوم ميل في الود الابيض وفي شوية اغراض اوكي يعني تقريبا نفس هذيك طيب بس في واحد قال لي احفر تحت رح تحصل اشياء رجعت سرويف المود لاني قبل شوية طرت وخدت صور للثمبنيل تعرفون لازم كذا يوتيوبر لازم ما اخذ صور للثمبنيل صورت هناك صورت هناك صورت هناك صورت هناك صورت هناك صورت هناك للثمبنيل يقعد شووني عندكم انهم معين بس لا تخافوا ما اغراض شيء انهم على طريق مرة واحدة ننوّر هنا و هنا اللّه يستر صراحة اللّه يأينا بعد شوية اللّه يأينا بعد شوية الآن بيبدو نغرس بنون بناكل تبن صباحنا وصباح المول كلوه دعونا نروح نشوف واش تحت الساند لان في واحد قال لي ان تحت الساند في اشياء او في تحت كل جزيرة مبوس الساند دعونا نشوف هلا والله اوه هنا الايرون والاشغال طيب حلو شكنا بيبدأ نكسر الايرون عشان نقد نطور اغراضنا حلو اوه يعني طبقة كاملة ايرون حلو طبقة كاملة ايرون تقريبا حلوين اوكي يعني تقريبا ست حبات ولا لا سبع حبات حلو 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 جدا بس توقعنا بس ولا خلنا نكسر زيادة لو كسرنا تحت لا خلاص اللي طيحة لذلك لاجب عداريان مجوف شوية لكن عافي لان اخرنا البلوكات اللي تحت نائس وفي هذه الأغراض شكنا بخليه هنا ما ودي ارجح معي لان ما تلخبط وشي الأغراض اللي كانت في جزيرة حقت الاصلية فلذلك خلنا نكسر هذه بس حلو حلو كذا عندي ايرون يمكنني اسمو في اكثر من شيء يمكنني اطبخة من الان لذلك خلوني اطبخة من الحين لازم اوفر شوية تشاركول نعاوني نضبط كول لا يمكنني اطبخ بالخشب طيب هذا الشي الأول اللي هو مدينة ملاحظين 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 بيكون كل شي تمام طيب خلنا ناخذ هذه وننزل ونروح هرطول المدينة الثانية المدينة الثانية يا حبيبي المدينة الثانية اللي هي جاي شكلها غريب جدا ما ادري كيف جاي شكلها اوكي اهلا ومش اهلا اهلا ومش اهلا بكات غريبة هذي بسم الله خلنا نفتح الجيست واو واو يا عيال اوكي اجلس اتكلم الظاهر نفي كل جزيرة فيها دروع افضل من اللي قبلها الظاهر كذ النظام الظاهر هناك بنحصل دايموند والله شكلها والله اوكي معنى اللي هي سيلانتر هذي تنور وفي شوية بوم ميل وبرضه باكيتات موايا وفي سبروس وود او سبروس سابلنج معناتها ان في كل جزيرة في اشيات تساعدك اوه هناك حصلنا تشين وتحت في ايرون هنا حصلنا ايرون دروع ايرون ممكن نحصل دايموند هنا ارى أسر بلوكاته Weld ناس حلوي ما نقدم نكسرها بالستون طبعا فلاازم روح نجيب انعيدنا بيكاك fout ونعيش حياتنا حلو 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 غ得اء passt ترجمة نانسي قنقر 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 هناك طريقة اخرى في اللابة فكل شيء عوافق دعنا اخذنا القراس ستقوم دعني اوزي شوية القراس اخذ لي الديرت استخدم الديرت ووسع المنطقة هذي كلها اه شوف قاعدها تحت رقع عيال يعني الحال الحقك مم صحيح يا استاذي لازم اغير المنطقة هذي كلها وبسوي الجنريتر في مكان بعيد شكل بسوي الجنريتر في مكان بعيد يلا اضبط منطقة اضبطها وسحة وارجع لكم ان شاء الله بيرث بك اوكي ارجعنا لكم وسعنا بشكل بسيط جدا جدا وحبيت ان يكون الوضع مرتب خليت ان فيه حواف كل جزيرة بسويها ان شاء الله فطلعت طلعة هنا بسيطة انا ناوي ناوي ايش اللي ناوي عشان تعرفون ايش اللي افكر فيه ناوي ان يكون هذا ممر وفيه برضو جزيرة كبيرة هناك يكون فيها مثلا الموب تراب برضو هذا ممر يكون هناك فيه جزيرة كبيرة فيها مثلا الالتشستات ومنطقة النوم حقتي وهكذا لكن حتى الان بحكم ان مافي وقت تقريبا راح يكون الوضع بس كده في الممرات راح يسويها بعدين ان شاء الله اذا اطورنا راح تكون فيه جزر اكثر من جزيرة زي هذي مثلا نفس الحجم هذا هناك وهينا وهينا لا ماينفع وهكذا عين شعب اذا وصلنا هناك نفتح بعد واحدة ثنتين ثلاثة اربعة شي زي كده حاليا شو دي اسوي اول شي بشي لبتاع هذا الزفت لان مره ماينفع مره ماينفع خلنا اخذ الاثنين هذولي نسوي لنا عشان ما نجيب العيد نحط هنا باكت هنا باكت نأخذ هذي ونجيب اللابة اوك اوكي 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 لين باكي اوكي 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 لان هنا بابدأ كسر فلذلك الحين روح نحط الموايا هنا خليها تنزل على تحت ونروح نجيب اللابة ونحطها هنا بالضبط ليش حطت البسيدين عشان اخلي كده مثلا الجهاز اخلي وقيت اكسر اكسر على تحت اخافني اكسر بلوك اللي قدامها شفتو اعلق شوية وخافني اضل ضغط بالماوس لان اكسر بلوك اللي قدامها لان اخرجت شيء فصل الاخبط انترح الاكسر حتى نحن نضغط هذه المشكلة سوف نقوم بسيارة دارت فنخططها سوف تغيرها ببط المشكلة ببط المشكلة ونغلق ببط المشكلة اجل احترق الوقت شخص اعنى واجه نستخدم ويجب اضبط اضبط بعدين الديزاين تكون احلى هفكر ان يكون ستون بريك هنا راح يكون الجنريتر حقيقي ادري ان شكل مشوه شوية لكن عوافي اهم شي ان الفايدة هذا الشي الاول الشي الثاني اللي افكر ان يسوي له توسعة اللي هو خلينا احصد هذي وحصد هذي اجرع 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 نحتاج الاكل بس بجيب البوم ميل ان شاء الله هذاك وقد اطلع اكل اين اقول ارجع هذولي الحين ان شاء الله بنقل المزرع ما بغاها تكون في النص هذي المزرع فلذلك دعونا ناخذ البلوكات او باكتات الموية قصلي اوه هذي خلنا نسكرها صح نسيت لي كده يا شيخ صر الوضع احلى صار يفتح النفس خلنا نزرع اشجار بس نزرع اشجار حلوين وهنا واحدة رجع الباقي خلنا نشيل المزرع نحطها في الجهة الثانية دعونا نكسر واحدة هنا والثانية هنا ناخذ من هنا نحطها في النص وبارض واحدة ثانية في النص يا سلام حين استوكل خلصت دعونا نحط الباكتات هنا لان ما رح نحتاجها بس نعبيها ولا ننسى بعدين نسكر هاذ shorter نحطنا لن أقل هذه تحديد المزرع إنسر اللي مزرع بس دونست ... ہو نحط بسрыв بدأ مزرع جدا أبدأ اللي مزرع الزهج ومزرع للناس المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والأخيرة لكني إعادنا terme سأargentه لديوك وسألقي كما أن أطبع هل أبدأ؟ مت пишTION أو doesn't need to be done ماذا إذا أدخل من أفضل ويراد LayFT Dust مع السلامة إن لم يكن هناك شيئا الآن لأفكر ما أ sauna افكر ان افكيلي بيت طيب اتوقع انا راحقت المقطع هنا ان شاء الله انكم استمتعت بالحلقة هذي اتمنى ما تقصروا معنا باللايكات ان شاء الله نرجع لكم بالحلقة الجاية ونسوي افكار جديدة دامنا خلاص خطمنا كل الجزر اعطوني رايكم هل تبغوني اوصل كل الجزر مع بعض او لا هذه النقطة النقطة الثانية ابغى ديزاين معين للبلوكات هل تبغونها تكون بالطريقة هذي اللي هو ستون او تكون بستون بريك ابوريكم الشرقاص بستون بريك او تبغون نستخدم احد البلوكات اللي هنا مثلا نستخدم البلوكات هذي نبدأ نمش فيها الطريقة نخلي الطريقة كلها بالبلوكات هذي فلكم الخير لكم الخير يعيالوا فيه برضو التريكوتا ما تريكوتا انا غالبا راحستخدم التريكوتا هذي في الموترب لانه صعب 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 مرة انتك تجمع او طبيعي انك تجمع فيك فيك التجميع لكن اريد يخلي هذه خليها الدزاين هيكون للموترب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة